بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بطلابي طلاب الصف الثاني ابتدائي أرحب بكم أنا المعلمة يناس مطيري من معاهد وبرامج التربية الفكرية نستكمل اليوم بإذن الله درسنا السابق في مادة العلوم كان موضوع درسنا السابق في مادة العلوم الكرة الأرضية أهدف في هذا الدرس أن يتعرف طلابي على الكرة الأرضية الأهداف التعليمية للدرس أن يشير الطالب والطالبة إلى شكل الكرة الأرضية أن يحدد الطالب والطالبة موقع المملكة العربية السعودية على الكرة الأرضية أن يعدد الطالب والطالبة مكونات الكرة الأرضية أن يربط الطالب والطالبة بين مكونات الكرة الأرضية والكائنات التي تعيش فيها تعرفنا في الدرس السابق على أحسنتم هذه الكرة الأرضية نحن نعيش على كوكب الأرض كوكب الأرض هو أحد كواكب المجموعة الشمسية وهو الكوكب الوحيد الصالح للحياة كيف هو شكل الكرة؟ انظرون كيف هو شكل الأرض؟ الأرض كروية الشكل الأرض كما ترون يا طلاب الصف الثاني كروية الشكل نحن نعيش على كوكب الأرض والأرض كروية الشكل تنقسم الأرض كما ترون إلى مناطق مائية التي باللون الأزرق مناطق مائية ومناطق يابسة إذن تنقسم الأرض إلى مناطق مائية ومناطق يابسة وطننا هو رائعون المملكة العربية السعودية هذا هو موقع المملكة العربية السعودية على الكرة الأرضية باستخدام استراتيجية الأسئلة الصفية نجيب على الأسئلة التالية ما أسم الكوكب الذي نعيش عليه؟ صف شكل الأرض عدد مكونات الأرض ما هي الكائنات التي تعيش على الأرض؟ حدد موقع المملكة العربية السعودية على الكرة الأرضية ذكرنا أننا نعيش على كوكب الأرض أحسنتم هذه صورة كوكب الأرض الأرض أحد كواكب المجموعة الشمسية وهو الكوكب الوحيد الذي تعيش فيه الكائنات الحية هناك نظام شمسي توجد به العديد من الكواكب الأرض هي أحد كواكب المجموعة الشمسية وهي الكوكب الوحيد الصالح للبقاء على قيد الحياة تنقسم الأرض إلى مناطق مناطق أحسنتم يابسة هذه هي المناطق اليابسة التي باللون الأخضر والأصفر بقية مناطق أو العغالب العظمى من مناطق الأرض هي مناطق مائية مناطق مائية وهي المناطق التي باللون الأزرق إذن الكرة الأرضية تنقسم إلى مناطق يابسة التي يعيش عليها الإنسان والحيوان ومناطق مائية ما هي مكونات الكرة الأرضية؟ مما تتكون الكرة الأرضية؟ نحن نتنفس الهواء أحسنتم إذن من مكونات الكرة الأرضية الهواء أيضا ذكرنا أن الكرة الأرضية فيها مناطق يابسة من مكونات الكرة الأرضية هي هواء، ماء، تربة تتكون الأرض من ماء وهواء وتربة ذكرنا أن الكرة الأرضية تنقسم إلى مناطق يابسة ومناطق مائية من مكونات الأرض، الماء والهواء الذي تحتاج إليه الكائنات الحياة لكي تبقى على قيد الحياة المناطق اليابسة عبارة عن تربة وصخور وجباد إذن ما هي مكونات الكرة الأرضية؟ تتكون الكرة الأرضية من ثلاث مكونات ما هي هواء، ماء، تربة أنتم رائعون، طلاب الصف الثاني من يعيش على كوكب الأرض؟ من الذي يعيش على كوكب الأرض؟ تعيش الكائنات الحية على كوكب الأرض فهو الكوكب الوحيد الصالح للحياة ما هي الكائنات الحية؟ سبقا تعرفنا عليها في دروس سابقة ما هي الكائنات الحية؟ الكائنات الحية هي الإنسان والحيوان والنبات يعيش على كوكب الأرض الإنسان والحيوان والنبات الإنسان يعيش على اليابسة يعيش على كوكب الأرض هل يعيش الإنسان داخل البحار؟ الإنسان لا يعيش داخل البحار هل يعيش الإنسان في السماء؟ إجابة خاطئة الإنسان يعيش على الأرض أيضاً تنمو النباتات على الأرض أيضاً الغالبية العظمى أو جزء كبير جداً من النباتات تعيش على الأرض الحيوانات جزء كبير منها يعيش على الأرض الجزء الآخر إما أن يعيش داخل البحار مثل ماذا؟ مثل الأسماك أو يحلق في السماء مثل ماذا؟ مثل العصافير والطيور من يعيش على كوكب الأرض تعيش الكائنات الحية الإنسان يعيش على الأرض غالبية النباتات تعيش على الأرض هناك جزء كبير من الحيوانات تعيش على الأرض الجزء الآخر من الحيوانات إما أن يكون طيوراً في السماء أو أسماك في البحار أحسنتم كيف تحدث ظاهرة الليل والنهار؟ ترون يا طلابي الكرة الأرضية شكلها كروي تدور الأرض حول نفسها مرة في كل يوم عندما تكون الأرض قريبة من الشمس يكون الوقت نهاراً وعندما تبتعد عن الشمس يأتي الليل ويحل الضلاق كيف تحدث ظاهرة الليل والنهار يا طلاب الصف الثاني؟ الأرض كروية الشكل تدور الأرض حول نفسها مرة في اليوم ماذا ينتج عن هذا الدوران؟ حدوث ظاهرة الليل والنهار عندما تكون الأرض قريبة من الشمس يكون الوقت نهاراً أحسنتم وعندما تبتعد في النصف الآخر من الكرة الأرضية يكون الوقت ليلة نحن نعيش مأسم وطنة المملكة العربية السعودية ما هو موقع المملكة العربية السعودية على الكرة الأرضية؟ هذا هو موقع شبه الجزيرة العربية المملكة العربية السعودية على الكرة الأرضية أحذر الكتاب المدرسي والقلم برفقة ولي الأمر نحل الأنشطة مع المعلمة النشاط الثالث صفحة 91 صل بين الكرة الأرضية وما يحدث عند دورانها ذكرنا أن الكرة الأرضية تدور مرة حول نفسها في كل يوم وينتج عن ذلك ظاهرة أحسنتم ظاهرة الليل والنهار إذن نصل الكرة الأرضية بصورة الماء أو بصورة النهار؟ بصورة النهار ممتازين ينتج عن دوران الأرض حول نفسها ظاهرة الليل والنهار النشاط الرابع صفحة 91 لاحظ الصور التالية ثم اذكر مكونات الأرض للمعلم ذكرنا أن مكونات الأرض ثلاثة ما هي؟ مكونات الأرض هي كما ترون في الصورة تربة ماء هواء أحسنتم تتكون الأرض من تربة هواء وماء تعرفنا على كوكب الأرض ذكرنا أن كوكب الأرض هو أحد كواكب المجموعة الشمسية وهو الكوكب الوحيد الصالح لكي يبقى عليه أن يبقى على قيد الحياة من يعيش على الكرة الأرضية؟ تعيش الكائنات الحية الإنسان، الحيوان، والنبات الإنسان يعيش على الأرض جزء كبير جدا من النباتات تعيش على الأرض جزء من الحيوانات تعيش في الأرض الجزء الآخر من الحيوانات إما أن يكون في السماء مثل الطيور أو داخل البحار مثل الأسماك ذكرنا عند دوران الأرض حول نفسها تحدث ظاهرة الليل والنهار عندما تكون الأرض قريبة من الشمس يكون الوقت نهارا وفي النصف الآخر من الكرة الأرضية البعيد عن الشمس يكون الوقت ليلا تتكون الكرة الأرضية من التربة، هواء وماء في نهاية الدرس عندي بعض التوصيات لولي الأمر الإطلاع على دروس مادة العلوم من خلال تكرار مشاهدة بثها على قنوات عين التلفزيونية مع وجود الكتاب المدرسي والقلم والسبورة ضرورة حرص الوالدين على متابعة أبنائهم عند مشاهدة الحصاص التعليمية الالتزام بالمراجعة الدورية عند انتهاء الحصاص اليومية جلوس الأهل مع الأبناء ومحاورتهم والاستماع إليهم وإلى ملاحظاتهم ومتابعة تقدم تحصيلهم الدراسي أولا بأول خلق بيئة منزلية محفزة الأبناء في المنزل من خلال تشجيعهم بالمعززات ومكافآت المادية والمعنوية نقل أثر التعلم من الحصاص الدراسية إلى المنزل من خلال أنشطة اليومية المنزلية وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من درس الكرة الأرضية كانت معكم معلمة إناس مطيري في أمان الله